بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كثير من الأسئلة بالدور في رؤوس الطلاب في شهر رمضان المبارك أستاذ أنا في عندي مشاكل بشهر رمضان مش عارف أرتب أموري للصيام كثير أنه ما أخذ من مجهودي مش قادر أركز ولا قادر أني أدرس ممكن ترتب لي جدول دراسي حتى أني أنا أتفادى المشاكل في هذا الشهر الدراسية أكيد أكيد إحنا موجودين معكم لذلك بإذن الله تعالى رح نشتغل معكم على جدول وأنا دائما أتكلم أن الجدول الدراسي أنت الذي تصنعه بنفسك ولكن أنا بدي أحاول أني أساعدك قدر الإمكان لذلك نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سؤال السؤال الذي دائما يعني يجول في خاطر كل الطلاب وفي رؤوسهم وعقولهم الصيام يقول لك بيقلل تركيز يا أستاذ ورغبتي في الدراسة كيف أتصرف هذا الكلام موارد وأنا ما بلونكم أكيد الصيام ممكن أنه يكون متعب ومرهق لبعض الطلاب والطالبات لذلك أهم نقطة ممكن أنه نتفادى فيها المشكلة تنظيم وقت النوم والاستيقاظ أحباب جدا مهم جدا أنه نعرف وكتيش نام وكتيش نصحة لأنه إذا أنا متعود على السهر أنا هون رح أشطب نفسي دائما أنا بحكي لطلابي سواء كان بدرسهم أونلاين أو فيس توفيس بحكي لهم نظم وقت نومك لازم تنام في ساعات معينة في أيام الدوام خلص إحنا مش في عطلة لازم نرتب أمورنا نام في ساعات معينة لذلك خلص بدك تحط في بالك يكون عندك مثلا الساعة العاشرة مساء عشرة نصف ماكسما من 11 وأنا ما بفضل أنك توصل للساعة 11 أنك تكون نايم حتى أنك تصحى ثاني يوم الصبحيات مصحصح المدرسة مش تكون رايح وإنت نايم أصلا وهذا الحكي أنا بشوفه وبالمسل فيك طلاب كثير أنه بيكون موجود في داخل الغرفة الصفية تعبان ومرهق بسبب السهر وهذا ما بيدنا إذن أهم شيء ننظم وقت النوم والاستيقاظ أهم خطوة حتى نحافظ فيها على تركيزنا لأنه هو اللي يحافظ على التركيز سؤال اثنين بيجي واحد من الطلاب أو الطالبات بيقول يا أستاذ الوقت جدا قصير عندنا عزايم ومناسبات ولمات عائلية طيب شو أعمل حلو كثير طيب شو بدي أحكي لك الآن أنا هون بحكي لك ما تحرم نفسك شهر رمضان أكيد حلو بلماته حلو بمناسباته العائلية حلو بالأقارب أنا ما بدي أحكي لك احبس نفسك ولا انطوي نهائيا في البيت لكن في شغلة مهمة إذا شعرت أنه هذه المناسبات رح تأثر على دراستك يعني أنا طالع طول الوقت كل يوم عزومي كل يوم عزومي بتأخروا تمام هون لازم تكون قد المسئولية وتعرف تتخذ قرارك يعني ماشي ماما ماشي بابا أنا اليوم ما بدي أبوي أن أطلع معكم على العزومي بدي أفطر لحالي أو بدي أفطر وأرجع على البيت على طول ما بدي أسهر معاكم مثلا لبعد صلاة الترويح أظني قاعد عندي الجماعة بدي أرجع في عندي دراسة إذن أنت هون أعطي نفسك حقها وبالمقابل ما تضيع حق الدراسة هاي اللي أنا بدي أوصل لك يا كصورة طيب الآن بيقول يا أستاذ ممكن تعطينا جدول حتى نظم في أحوالنا بشهر رمضان أكيد هذا الجدول فقط لشهر رمضان المبارك شهر الخير نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في أيام الدوام المدرسي من الأحد للخميس يعني إحنا بدنا نرتب أمورنا في دوام شهر رمضان من الأحد للخميس إنساني اللي هو يوم الجمعة ويوم السبت اللي بيكونوا عطلي وإحنا نتكلم فيهم بشكل منفصل تماما أول شيء أكيد إحنا نبدأ يومنا في السحور ثم صلاة الفجر فإحنا أول شيء بنا نستيقظ على طول أنا دحكي ما بدي أنا أحكي لك يا أكيد أنت وارد بالنسبة لك يومي بدي يبلش من السحور وأكيد بصلاة الفجر في هذا شيء مهم جدا ثم بعد ذلك بدنا نحضر المحتوى المطلوب لكل مادة الآن أنا بعد صلاة الفجر ما فيدي داعي أني أنام يعني خلي شو في دراسة علمية منطقية بتحكي إنه العقل بيكون في أوج نشاطه وطاقته بشكل كامل اللي هي أول ما يصح من النوم يعني بعد صلاة الفجر هذه المرحلة ممكن دراسة الساعتين هذولة بيفيدك عن دراسة أربع أو خمس ساعات في النهار لذلك استغل طاقاتك في بعد أو ما بعد صلاة الفجر يعني هذه الفترة ممتازة جدا يعني بأقل وقت وبأقل مجهود حتلاقي حالك إنك بلشت تستوعب المادة أو أي شيء أنت بتقرأه بشكل سريع هذه مهمة جدا لذلك أول شي بنا نحضر المحتوى المطلوب لكل مادة وبشكل سريع أنا عندي دوام أنا بتكلم من الأحدة الخميس يعني أنا ما في داعي أني أنام بصحفي عندي مدرسة بمسك الكتب شو فيه علي بحضري بشكل سريع المادة اللي بده يعطيني إياها الأستاذ أو اللي بده تعطيني إياها المس بشكل سريع أخذ أفكار سريع عن الموضوع تمام هذه الشغلة مهمة جدا طيب بعدين رح نروح نداوم دوامنا المدرسة ثم نرجع للبيت إذن بيخلص دوام المدرسة برجع للبيت بعدين مباشرة بدي يكون في عندي أكيد صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر إحنا صايمين يفضل إنك تاخد قيلولة جسمك بيكون مرهق من دوام المدرسة حلو إنك تصلي الظهر ثم بعد ذلك تاخد قيلولة لكن القيلولة مش تمد لما صلاة المغرب إحنا بيناس كثير عنا بيقول لك خلص أنا بدي حط راسي وأنام عشان أختصر الوقت لأني أنا تعذان وجيعان بدي أصحى لأذان المغرب بيقول لك لا انتبه قيلولة قيلولة مش سبات شتوي بدنا قيلولة القيلولة هاي بتكون لمدة لا تزيد عن ساعتين حتى إنه جسمك يرتاح طيب بعد هيك يا أستاذي بعد هيك إحنا منستيقظ بعد الساعتين ومنراجع ما تم أخذه في المدرسة وحل الواجبات حتى تختبر نفسك مهم جدا إنك أنت اتراجع اللي أخذته في المدرسة وتحل الواجبات المطلوبة منك حتى تختبر نفسك أنت وين وصلت في دراستك هذا شيء مهم ثم بعد ذلك صلاة العصر قراءة ما تيسر من القرآن الكريم حلو يكون إلك فيه جانب روحاني حتى إنك تكون قريب من الله عز وجل فهذا شيء مهم جدا تقرأ قرآن طيب قراءة القرآن تنشط الذاكرة هذه هي عبارة عن شغلات سبحان الله يعني ملكات من الله عز وجل للبشر إذا قرأوا القرآن تتنشط ذاكرتهم هذا شيء ممتاز جدا طيب ممتاز إلى أن نروح برضو بعد صلاة العصر طبعا هذه الفترة إحنا أكيد نقضيها في مراجعة بسيطة ومن ريح حالما ما في مشكلة لكن بكل إنسان خلص بعد صلاة العصر بيقول لك أنا عدادي قلب مش قادر فأنا بتركك في هذه الفترة وممكن أنك مثلا تطلع مع أصدقائك أو ممكن أنك تقعدي أو تتواصلي مع صاحباتك حتى إنكم تفرفشوا عن نفسكم شوي وتقضوا هذا الوقت المتبقي حتى إنه نوصل لصلاة المغرب ونفطر وبتكون أمورنا طيبة تمام الآن الإفطار وحتى أذان العشاء يعني أول ما أذن المغرب أكيد بنفطر حتى أذان العشاء هون هاي الفترة أكيد مش حندرس لأنه ممكن يكون في عندنا ناس بدك تساعد أمك بدك أنت مثلا أبوك ببعثك مشوار على الدكانة فهذه الأمور يعني أنا لا ينصح بالدراسة أنا بالنسبق لي مش مع الدراسة من المغرب حتى أذان العشاء بل يكون متع نفسك خلص هذه فترة تمتيع النفس إفطار بتشرب عصائر بتتناول حلويات وأكيد ما ننسى إنه هي عبارة عن فترة استرخاء خلص يعني حتى تتناولت الطعام ريح جسمك ما بين المغرب للعشاء طيب ممتاز بعدين صلاة العشاء أكيد بدي يكون عندي والتواصل مع الأصدقاء والترويح بتطلع بتصلي صلاة العشاء بتصلي الترويح بتشوف أصحابك بتاخد نفس بتغير جو بتغير نشاطك تمام جو البيت بتطلع منه ثم بعد ذلك عدم الإطالة في السهر هذه نقطة مهمة ومفصلية عدم الإطالة في السهر والنوم كحد أقصى الساعة عشر ونص مساء أستاذ يا أستاذ أنت كل إشي حكيته قبل كان ماشي معانا طب بالطب هون أنت زعلتنا منك يا أستاذ شو عشر ونص الدين رمضان يا أستاذ بدي أسهر أنا أبدأ قد من أصحابي بدي أطلع بدي أطوش طب أنا أصلا هسه هي متنفسة بدي أروح على الدكان بدي أشتري لا هون أنا بقول لك أطرب بريك وقف السهر 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 يا جماعة بيشطب البني آدم بيخربط كل معيارك كل مقيسك وكل أشياءك وعدداتك حتفتل من السهر لذلك حاول إنك حد أقصى عشر ونص مساء تكون إنك في فراشك بدك تنام خلص اترك تلفونك اترك السوشيال الميديا وحاول إنك تحط راسك على هالمخدئ وتقول يا رب يا هادي بدي أنا تمام الآن مباشرة كل ما ذكرناه شوف شوف آخر نقطة كل ما ذكرناه سابقا مرهون بوقت نومك ليلا مربوط يعني إذا أنا منمتش بالساعة ونصف كل إشي أنا رتبته حيخرب لأنه السهر بدي يشطب كل الترتيبات تأتي في هذا اليوم طيب ممتاز ننتقل الآن كيف بدي أنا أنظم دراستي ووقتي في أيام العطل المدرسي يعني أستاذ خلص خلصنا من الدوام المدرسي أجينا مثلا يوم جمعة يوم سبت كيف بدي أنا أشتغل هون نضيعهم لا ممناش نضيعهم أول شيء أكيد رح نبدأ من الصحور صحور وصلاة الفجر هذا شيء مهم جدا مثل أيام الدوام المدرسي بنصح بالدراسة حتى شروق الشمس حلو كثير ممتاز جدا ليش؟ بقول لك لأن العقل يكون بكامل نشاطه يعني بأوج وذروة طاقته عقلك بيكون لذلك الدراسة بعد صلاة الفجر مش أنا صليت الفجر مثلا وتصحرت أحط رأسي وأنام لا غلط هاي الفترة فترة ذهبية أنا بسميها استغلها في دراستك لأنه هذول الساعتين حتى الشروق هذول أحسن من أربع خمس ساعات في بحر النهار وأنت صايم وتعبان مهم جدا طيب خلصنا من ذلك بعد الشروق نعود للنوم حتى الساعة العاشرة صباحا بكفي الساعة عاشرة لازم نستغل اليوم العطلة بأشياء مهمة جدا تمام بأشياء ونشاطات لازم أنه نستغلها لذلك بعد الشروق من نام حتى الساعة عاشرة صباحا ما تبقى من وقت لصلاة الظهر يعني من الساعة عاشرة حتى صلاة الظهر شو منسوي من راجع ما أخذناه يوم الخميس كيف يعني أنا يوم الخميس طبعا أنا عطلت يوم الجمعة طب يا أستاذ والسبت كمان آه بقولك السبت عاود راجع اللي أنت أخذته يوم الخميس تمام كل ما بدأ لا تزيد عن 15 دقيقة طب يا أستاذ كيف بدأ أرجحهم 15 دقيقة بلحق آه أصلا أنت درسهم وما في عندك مشكلة طيب إيش الهدف من الموضوع يا أستاذ إن أظن رابط معلوماتي وأفكاري أظن رابط معلوماتي وأفكاري وأعرف أنا وين وصلت في المادة طيب نروح مباشرة بعد ذلك صلاة الظهر واستراحة لمدة نصف ساعة يعني أنا بصلي صلاة الظهر وبريح نصف ساعة ممتاز بعد ذلك بنحضر الدروس ليوم الأحد بنحضر الدروس ليوم الأحد بمعدل نصف ساعة لكل مادة أنا لازم أستغل يوم العطلة يا أحباب يمكن ما كانش فيه ضغط في دراسة أيام الدوام المدرسي لكن يوم العطلة خلاص بدي أستغله ما في رعا المدرسة لازم أعوض الأشياء اللي أنا فقدتها في الأسبوع من أوقات دراسية ثمينة بالنسبة إلي لذلك لازم أحضر الدروس ليوم الأحد بمعدل نصف ساعة لكل مادة يعني كل مادة خلاص بدأ أخصص لها نصف ساعة بحضر مية بالمية بتطلع أمورك تمام مباشرة على طول بعدها تشوفي عندي صلاة العصر وقراءة ما تياسر من القرآن العكينة ثم الدراسة حتى صلاة المغرب يعني يوم الخميس ويوم الجمعة لعندك لصلاة المغرب أنت في عندك ثلاث مراحل دراسية بعد صلاة الفجر تمام حتى الشروق من الساعة عشرة أو بعد صلاة الظهر حتى صلاة العصر ومن صلاة العصر أكيد حتى صلاة المغرب هي أوقات دراسية لكن على مراحل منفصلة الفكرة منها أني أعوض الأيام الدراسية في أيام دوام المدرسي طيب مباشرة صلاة المغرب والإفطار واستراحة لصلاة العشاء والتراويح أحلى فترة هاي خلص انتلأت البطون خلص وذهبت العقول لا إن شاء الله عقولنا ما بتذهب إذن صلاة المغرب ثم الإفطار استراحة لصلاة العشاء والتراويح يعني هذه مرحلتك فيما تبقى من وقت حتى عشر ونصف مساء هذا شو منسمي هذا وقتك الخاص أستاذ عادي نسهر في أيام العطل مثلا أنا عندي خمس جمعة أنا هون ما بقدر أني أنا أسيطر على وضعك انت حر في ناس بقولك أنا بدي أيام العطل يا أستاذ أسهر بعد الساعة عشر ونصف في مجال أنا مش بديش أحكي لك أنه أنا يعني لا أنا مع أنك تظلك مستمر في روتين نوم معين ليش عشان ما تخربط عيارات النوم تبعتك يعني خلص رتب أمرك عشر ونصف حاب تسرى أيام العطل المدرسية أوكي ما في مشكلة خلص خلينا مثلا في أيام العطل المدرسية لو استمرنا للساعة 12 في شهر رمضان المبارك في سهرنا ما في مشكلة لكن بعد الساعة 12 في أيام العطل المدرسية تعتبر كارثة انتبه على هذا الكلام إذن حتى الساعة 10 ونصف وقتك الخاص وأكيد كل ما ذكرناه سابقا يا أحباب مرهون بوقت نومك خلينا إحنا هون نتكلم في أيام العطل المدرسية نرجع على 10 ونصف خلص إحنا بنا نعدلها بلاش 10 ونصف يعني خلينا يوم الجمعة مثلا أو يوم الخميس لأنه تاني يوم عندنا جمعة عطلة نعم الساعة 12 ما في مشكلة يوم الجمعة على سبت ما في مشكلة لو اتنمت الساعة 12 لأنه إحنا نتكلم في شهر رمضان عندك أنشطة لكن يوم السبت عندك يوم الأحد دوام بترجع بتنام على 10 ونصف يعني ما تسهر حتى أنك تروح على المدرسة بهمة ونشاط وتركيز عالي وآخر ملاحظة بدي أحكي لك إياها لا تسهر أبوس إيدك والله السهر ضرر خلص تمام السهر كل شيء بيخرب يعني كل الأشياء اللي إحنا رتبناها إذا إحنا سهرنا بنشطب حالنا يا جماعة هذا بالنسبة إلي كان أفضل جدول ممكن أني أقدم لك إياه حتى أنك تظلك بمسيطر على أمورك الدراسية خلال شهر رمضان المبارك تقبل الله منه ومنكم الطاعات إن شاء الله تعالى نلقاكم في جداول دراسية وأشهر قادمة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر